السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشاركوناك لباس يا الخير نزلنا في دارينجالو الإعراب من وبساط عندنا علامات الإعراب أخذنا المرأة الماضية الضمة أو علامات الرفع وليوم سنأخذ علامات النصب إن شاء الله علامات النصب قلنا في المرأة الماضية أننا عندنا علامات ثانية الأصلية والفرعية وقلنا في المرأة الماضية أننا عندنا الضمة والفتحة والكسرة والسكون فهذه أصلية وهذا ما ينوب عنها لأليه والفتحة والواء والنون والياوح فعندنا علامات النصب علامات النصب والفتحة فهذه هي علامة الأصلية قلنا هنا عندنا الفتحة وعندنا ما ينوب عنها الفتحة تكون علامة لنصب في ثلاث مواضع جمع التكسير جمع التكسير عرفناه المرة الماضية وما تدخل عليه ما كسر أصل الكلمة أو دخل بها مثلا نقول طالب نقول طالب طالب طلاب 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 فماذا نقول رأيت الطلاب رأيت الطلاب فهذا فهذا علامة رأيت رأى فعل ماضي تهضم فعل طلاب مفعول به المفرد المفرد أيضا ينصب المفرد أيضا ينصب به الفتاة المفرد نعني بها الاسم المفرد الغير الصحيح زيد نقول زيدا رأيت زيدا فلا رأيت عائشته عائشته أو خديجته في الاسماء الغير الأصلية والغير مبنية يعني هناك اسماء المفرد الصحيح وهنا أيضا المضارع من الفعل المضارع ينصب أيضا بالفتحة ولكن إذا دخلت عليه نواصب الفعل المضارع التي سنأخذها لاحقا لن يقوم لن يقوم الولد وهذا بشرط أن لا يدخل على الفعل المضارع نون التوكيد ولا نون الإناثة ولا ألف الأثنين ولا واو الشماعة ولا ياو المؤنث المخاطب يعني إذا سليم الفعل المضارع من هذه الخمسة فهو ينصب إذن بحروف الناصبي التي سنأخذها بموضعها إن شاء الله بعدما ننتهي من العلامات الأصلية بعدما ننتهي من العلامات سنأخذ الفعل المضارع والأمر والمضارع وما الماضي والمضارع والأمر وما يتعلق بهم وبعد ذلك نرجع للإسم إن شاء الله وعندنا هنا العلامات الفرعية النصب يعني أخذنا الأول علامات العلامة الأصلية وهي الفتحة والآن عندنا العلامات الفرعية وهي أربعة الكسرة الياء الألف وحذفة النون فالكسرة الكسرة تكون في جمع المؤنثي السالم جمعين وأننا سأل مسلم مسلمات مسلمات نقول معلمة معلماء 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 معلمين مسلمات مسلمات معلمات ممنات والياء الياء تكون في الجمع يعني الجمع هنا الجمع المذكر السالم والمذناء أيضا الولدين المسلمين المسلمين المؤمنين فهذه أيضا نقول الجمع المذكر السالم مسلم المسلمين المسلمين ونقول الولدين 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 أخاك حماك ذا ذا هنا أو هنا هذا يقال أنه ستة ولكن هذه الخمسة المعروفة وعندنا حذف النون في الفعل الخمسة التي أخذنا نقول يفعل يف عالون فنقول يفعل يفعل تفعل تفعل ونتهي هنا وسيكون درسنا القادمة إن شاء الله حول الكسرة أو علامات الجر اشتركوا في القناة